وكأنها نهاية العالم هذا ما شعر به سكان تركيا وسوريا عقب زلزال المدمر الذي ضربهما عداد الضحايا لازال يرتفع كل دقيقة وحتى الساعة أكثر من عشرة ألاف شخص توفي بين مجرح ألاف أخرين هؤلاء خسروا أحبائهم منازلهم الأمان والمأوى وطغت رائحة الموت والدمار على الأمان والسكون كل هذا يتعكس طبعا على صحة الجسدية والنفسية للجرحة وأهالي الضحايا معنا الآن مشاهدين من بيروت الأخصائي في العلاج النفسي السلوكي دكتور ناسيم شرارة سيدي أهلا بك في برنامج الصباح نيوز وصباح الخير نحن أكيد من عزة أهلنا بتركيا وبسوريا جراء الزلزال المدمر اللي أكيد أصفر عن مقتل الألاف وجرح الألاف كمان ومصر على الألاف فبالعادة بهك مصايا بهك ويرس الجادير بالذكر أنه أكيد بالنهاية فيه تأثير نفسه رح يكون أكيد فيه تأثير نفسه على الأشخاص لأنه أولا هي بحث ذات الحادثة يعني فيه عدة أنواع من التأثيرات النفسين ممكن تصير ناتجا عن هذا الزلزال هو من جهة فيه عندنا أكيد هي الكارثة بحث ذاتها يعني لما بتحصل لحظة اللي بتحصل فيها الكارثة هي كمان إلى تداهياتها وفيه من قلمة كمان ما بعد الكارثة هي شو بيشاهد المنكوب اللي بيشاهده بعيون المجردة طبعا هذا كله هذا كمان هيكون له تأثير نفسه يعني غير اللي بيكون عاشوا طبعا وهو كمان في ناس اللي بيكون عاشوا هنا في معناتهم ضحايا وفي معناتهم ناس كانوا من اللي زمطوا يعني زمطوا يعني بالجازة يعني بالفرنسي طيب كيف يكون شكل الصدمة العصبية والنفسية جراء الكوارث ما الذي يشعر به هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لكارثة أو أزمة كبيرة مثل تلك التي تعرض لها الناجون في سوريا وتركيا أكيد دائما الصدمة الحادة post-traumatic syndrome disorder stress post-traumatic بالفرنسي أكيد إلى عدة أوجه أكيد أو عدة عوارض خليلا نقول في جانب منه فيزيولوجيا يعني واحد يتأثر نومه وأكله طبعا في عنا من جانب أكيد نفسه يلي هو يبطل بيحس بالسعادة يبطل حسب الرضا من أي شيء شو مكان حتى لو تأمن لبدويا نحكي أكيد ما بعد الزلزال أكيد في من نفسه في كتير عوارض طبعا من معناتهم أكيد الخوف حتى بأول فترة بيكون لأنه بيسموها صدمة حادة أو اضطراب ما بعد الصدمة بيكون بهذه الفترة بيكون حتى تقريبا في حركة تباطق بالحركة يعني عكس الإفراط الحركة بيكون ما في حركة يمكن حتى ما في تعبير بالوجه بالوجه دائما بيكون في مشكلة أكيد حتى يمكن بالتواصل بشو طالب شو بدي يقول لأنه بيكون بعده تحت الصدمة من صوت الزلزال من الأضرار من الدمار اللي عم بيشاهدوا بعينه المجردة أكيد هم نحكي بكل الأعمار يعني خاصة عن مرحلة الأطفال وخاصة عن النساء بس كمان أنه بكل الأعمار خاصة إذا تجربة جديدة أكيد بتلاقي هتلاقي هتلاقي أنه فيه أكيد خوف وفيه علامات طبعا اضطرابات مع بعض الصدمة عوارض النفسية هلأ هي بالعادة الصدمة شو هي هي الصدمة الصدمة الحادة الصدمة الحادة هي بالعادة تأتي بجاية بسبب أنه مثل كأنه حدث غير متوقع يعني واحد عايش حياته بشكل عادة اعتيادي وطبيعي رايح على شغل اليوم اللي بعده كان ليلة أحد تانين فيه دايما أوكي أنا بكرا رايح على الشغل بكرا بتركيا وبسوريا بتصور العطلة السابت والأحد فراحين على شغلهم بشكل اعتيادي اليوم اللي بعده وإذ بيتصدموا بوهل هيدا الزلزل الكبير وفي بيناتهم يمكن هاي أول تجربة كل ما تكون تجربة جديدة كل ما بيكون أكيد عنها أضرار أكتر هذا الشخص يري بيكون اختبر تجارب سابقة من الزلزل حتكون أسهل عليه يتقبله أسهل نوعا معه طبعا بالنهاية كمان وفقا للحدي الزلزل على مستوى سلة مريشتر أكيد كل ما كان حدي أقوى كل ما كان من أي حدا ممكن يتعرض للصدق طيب في الساعات الماضية تم التداول العديد من المقاطع توثق لحظات انتشال بعض الناجين وبدأ واضحا على وجوه البعض خاصة الأطفال الخوف والبرد وحتى الضياع هل يمكن أن ترافق هذه الأعراض الفرض بعد تعرضه للأزمة؟ عمليا يعني ما نكتغير شي نضيف ما نلقى بالسؤال الأول هو أنه أكيد هو الاضطراب ما بعد الصدمة هي حالة بنبلش نحكي فيها بعد ستة شهر من وقوع الحادثة الصدمة الحادثة الصدمة اللي هي البراكين الزلازر الانفجارات الحروب كلها هيدا بتسبب بيسمون أحداث صدمة يعني مثل في الفرنسيا أو الاضطراب ما بعد الصدمة بتبلش تشخص للحالة بعد ستة شهر يعني بعد ستة شهر من وقوع هيدا الحادثة والتأثير النفسي على صحته للإنسان أكيد بهيدا الفترة يعني ما بعد ستة شهر إذا ضلت عوارض ألأ خوف رعشي يعني مثل رجفين مفاجئ خوف نوبيت هلع بانيك أتاك يعني نبضت قلب سريعة ممكن غثيين أو جعب الصدر طبعا هي بتكون الأسباب نفسية طبعا مش نفسه أسباب جسدية هولي كل هيدا العوارض اللي أنا ذكرتها كل هيدا العوارض بدون استثناء هولي إذا استمرت بعد هيدا الفترة يفضل أكيد وينصح بأكيد التوجه لحكيم نفسه مش معالج نفسه الحكيم النفسي لأنا حيوصف أدوية والأدوية مضرورية من أجل إعادة تفعيل وظيفة العقل بإدراك الأمور بشكل واقع يعني ما حنقدر الحالة اللي بيصير معها هيدا الصدمة ينبغي عليها أنه بعدين مع الوقت بعد تحت تأثير الأدوية حتصير الألأ الأفكار الأفكار السلبية كلها حتصير تخف طبعا لأنه طبعا بفضل استعمال الأدوية أكيد الأخصائي بالطب النفسي هو الذي يوصف أدوية للحالات التي يسير على اضطرابات مع بعض الصدمة مثل ما إنه اضطرابات مع بعض الصدمة تمتد بعد ست شهر من حادثة صدمة الحادثة الصدمة إذا ضل التأثير النفسي على الشخص بعد ست شهر يفضل وينصح أنه يلجأ لطبيب النفسي طيب إضراب ما بعد الصدمة هل يصيب الأطفال فقط أم البالغين أيضا يشعرون كذلك بنفس هذه الأعراض الآن الاضطراب مع بعض الصدمة هي أكيد يصاب فيها الأكثر الأشخاص أكثر تأثرا بالعالم الخارجي يعني هي من مسألة مش مسألة عمر مش مسألة أنه الأصدار هنه دائما الأكثر عرضة للاضطرابات مع بعض الصدمة أكيد لا ممكن أي إنسان يصير معه اضطراب مع بعض الصدمة يعني إذا استمرت العورد اللي ذكرنا بالسؤال السابق أكيد خلينا نقول إجمالا العوارض التي رابعت مع بعض الصدمة هي أكيد إذا استمرت مثل ما أنا بدأ علاج نفسي بدأ طب نفسي بالتحديد العلاج النفسي سيكون مثل مساعد للطبيب للدور الطبيب النفسي بيوصل الأدوية العلاج النفسي ممكن يساعد أكيد ستكون أعرض بس شوية مختلفة الصغير اللي بيكون في عمر صغير أكيد عمر باكر بيكون يمكن عنده عوارض جسمانية أكتر سايكو سوماتيك بسيكو سوماتيك عوارض جسمانية يعني أنه بيكون ظاهرة جسدة بس بتكون هي باطنة نفسي يعني مثل مثلا مثل ما عم نقول مثلا مبضات قلب بس بتكون مستمر دوخ دوار بس مستمر هولي عوارض بترافق العوارض هذي عوارض جسمانية اللي متل ما قلنا قبل شوي بترافق العوارض النفسية باضطرام بعد الصدمة الأشغاص البالغين بيكون عندهم تقريبا زيت العوارض أكيد بس بستثناء الشيء المختلف عن الأطفال هو أنه ما بيكون هالعوارض الجسمانية متل عند الصغار بيكون عوارض نفسية أكتر بيكون يعني يستمتع بالأنشطة اللي كان يعملها طبعا ما كيف يمكن الوقاية من أثار الصدمة النفسية جراء الزلازل أما بالنسبة للجانب الوقائي دايما نحن هذه الشغلة منعتمدها أجمالا بالعلاج النفسي لما نكون عم نشتغل مع الحالات دايما منلجأ مثل التثقيف يعني الواحد لازم يكون بيعرف شوي نحن كمعالجين نفسيين الحالة من شو بتعاني من شو بتفكر نحن 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 نكون نفهمين الحالة وطبعا نحن نحن بكل فترة نحن نتعلم فيها في الجامعة أو بعدين بالحياة اليومية مع الاحتيكات مع المرضى أكيد نحن نتعلم اشياء جديدة وكل شي طبعا نصير نعرف أنه لكل مرض له أسبابه هذا من جهتنا نحن أما من جهة المريض كمان هو لازم يعرف حالته شو اسم والحالة عم يعاني من كيف شو الأسباب التي خلت توصل لهم الخلفية العلمية السقفية حتى يمكن الزاكرة السقفية بالمعنى التثقيف المقصود بالسؤال أن لا يصير اضطراب مع بعض الصدمة ماذا يجب يعمل حتى قبل ما يتصير الحادثة يريد يقرأ كثير عن الجيولوجيا طبعا يريد يقرأ كثير بشكل دائم ومستمر دائما نظريات جديدة العلمية للزلازل كيف تحدث الزلازل كيف تحدث هذه الزلازل وشو الصفائح التكتونيكية 12 الموجودين على مستوى الكرة الأرضية وشو معلومات يخذ معلومات مثلا كيف تنشأ الجبال كيف ينتشر المحيطات كيف يصير البلانشي أوسياني بعدين ينتشر أكثر المناطق التي يكون فيها انجراف قر أو مناطق التي يكون فيها تلاقي بين القرات صفائح تكتونيكية كل هذه المعلومات حلو حلو أنه يصير يعرف يصير يشوف الوجه المشرق من الزلازل هي أنه الأرض تتحرك على أوكي ما في جانب مشرق إذا كان مدمر يعني بنهاية حياة الإنسان بتنتهي بس سيد ما على مستوى عمرهم أكيد يعني عم نحكي مثلا أنا عشت بالجزائر من 2002 إلى 2011 وعشت الزلزال 2003 سيداتي بصار بيبو مردس وبعرف يعني وقتها من يعرش ما بيصير فبعدين بعد فترة بالمناهج تعلمنا شي وقد أهلي من النوع المثقفين فهمت من أنه نفسر ولي أكتر بس بعدين شوية شوية مصد أكبر أكتر بفهم آلية الزلازل كيف تحدث وكيف بتصير وكيف بتشتغل الأرض وفهمنا مثل ما كنا نحكي ضروري يعني التفقيف بهذا الموضوع نصير منشوف الجانب المشرق من هذه معلومات عم نستفيد منها يعني نحنا إضافة لزاكرة إضافة للمعرفة يعني واحد بيصير مهيئ حاله يفهم وطبعا يكون عنده نقد لكلام ممكن يتداول المواقع التواصل الاجتماعي كانت هلأ صارت كتير قوية أكيد والكلام يتداول حوالينا بين الحوارات بين الناس كل هذه الأمور بتساعد أنه التدقيق بيساعد لكل هالأمور أنه ما تأثر على أكيد دعاء للشخص يعني يمكن يتعرض للزلزال أو ما بعد الزلزال ما حيصدق كل شيء شيء طبيعي الولاد أكيد لازم يعرفوا أنه أنا بحس لك الولاد بحاجة لأسرانس بحاجة لأطمأنينة يعني إذا تعرضوا لزلزال وكانوا من ضم لأشخاص من الأشخاص اللي نجوا وظمقوا ومصر مع المشاكل لازم يعرفوا أنه مرحلة مرأت بعدين سيصير ويجوا هزات أخف يعني بدك تفسلي بطريقة مثلا بالماء أو مثلا بدك تجيب مصطرة مثلا تحط مصطرة تقولوا أنه بالنهاية تعمل لها بسير مع الوقت تخف مصطرة يعني غيقل يعني فيت أسليب كتير ممكن أنا مش كتير زاكرت سياتني حتى أتذكر كتير أسليب لكن أهلية تستخدموها معنا لحتى يفسرون أنه هيك صار لأنه هيك هيك ومع الوقت بدأ شوية ترجع تزبط ترجع غيقلة ترجع سابتة كما كانت عليه قبل الوقوف طيب كي نختم هذا النقاش حول الإثرابات النفسية جراء الزلازل ما هي أهم التوصية التي يمكن أن نقدمها لمساعدة هؤلاء الأشخاص على التأقلم بعد الزلازل وبعد الكوارث ما عنا يمكن شيء كثير نضيفه عن الأسئلة السابقة أنه بالنسبة للتوصيات ما نوصي ما هي التوصيات للناس بشكل عام أنه كيف تتصرف مع بعض الزلزال أو كيف تهيئ حالة للقادمين غير التفقي فيه أكيد تبع الإرشادات طبعا الواحد يهيئ حاله يعني التثقيف والإرشادات هنا أكتر شيء ممكن يعني يخففوا الأضرار الأضرار والإنسان يجب أن يكون فيه وعي يجب أن يكون فيه التوعية وأنا لا أستبعد أصلا بالعكس أنا مؤيد لفكرة أنه يصير في بالمناهج الدراسية خاصة بالبلدين اللي هي معرضة للزلزل أنه يكون فيه توعية مثل ما بيصير باليابن أنه فهمي أعرفين أنه هي منطقة كتير ناشيطة زلزالية فدايما معرضة للزلازل فالولاد الصغار بمرحلة باكرة من عمرهم بعمر سبعة وثمان سنين بيكونوا عارفين أنه فيه شيء اسمه زلزال والزلزال أكيد هيك بيصير طبعا مثل ما عم نقول دائما بيكون فيه المعلومات اللي بيخدوها لولادة بتكون حسب تتناسب مع العمر اللي هني عم بيعيشوا نعم اللي هني طبعا هني موجودين فيه كل ما بيكبروا أكتر بيصير بيفهموا أمور أكتر بيصيروا بيأخذوا معلومات أكتر التصرفات أكيد بدأ تكون بدأ التصرفات أو كيف واحد بدي يهيئ حاله طبعا بدي يكون ضمن الإمكانات المتاحة الموجودة بالبلاد يلي بيكون عايش فيها الإنسان أكيد فيه شغلة كتير مهمة شغلتات هيدا التوصيات هيدا بالنسبة لها الدولة الدول طبعا المناطق اللي معرضة أكتر شي لازم يكون فيه اهتمام بنوع البناء يعني ما هو بكل البلدان فيه مهندسين وبالهندسة هي لازم يكون بدي يكون فيه إشراف النهندسة المامارية أكيد وحتى طبعا الهندسة المدنية الجسور الطرقات المنشآت بدي يكون فيه تركيز على نوعية البناء كيف لازم يكون لعن نوعية البناء إذا كان ردي وغير سليم الاحتمالية يكون على نسبة عالية من الضحايا ناتجة عن الزلزال بدي تكون أكيد مرتفعة أكيد منخفض هذه الاحتمالات لما منكون إحنا ساكنين بمكان ببناية بعمارة تكون مهيئة لتصد ضد الزلزال طيب شكرا لك لا إخصائي في الإعلاج النفسي السلوكي نسيم شرارك كنت معنا مباشرة من بيروت إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام النقاش هذا الصباح بعد الفاصل نربط الاتصال مباشرة مع فرق الإغاثة الجزائرية المتواجدة في سوريا لمعاينة الأوضاح هناك فابقوا معنا